30 دقيقة مرحبا بكم من جديد نستقبل ضيفنا من عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري دكتور لوت في المرايحي مرحبا بك شكرا على قبول دعوتنا أهلا بكم سيدة المستمعين مرحبا بك إذن الوضع الحالي أمام معناتها ربما نوع من الفشل في التعاطي مع كل الأزمات اقتصادية وبائية سياسية اجتماعية تقييمك لأداء الحكومة هذه برشا ملاحظين برشا سياسيين قاعدين يقايموا في أنت كسياسي كيفاش تقايم الأداء متاع العمل متاع الحكومة في الوضع الاقتصادي والوبائي بصفاعة لما محتاجين مش قايموا حاجة يعني قراك يعني هذه حكومة جات بالصدفة جات بمحظ الصدفة لغالب يعني صار في سوء فهم أو سوء تقدير شنو الشخصية الأقدر أو الأجدر وجاء راجل هذا حسب حسب حسابات سياسوية معينة كان قلنا قبلنا أن رئيس الجمهورية كان يبحث على أنه يدوط تطوال أكثر من اللي عشرين أعطاهه للدستور فحت سي المشيشي سي المشيشي راجل يعني أصل السياسة شنوها سياسة الناس تجي تترشح تعرض نفسها على الشعب تقول للشعب تقولوا أعطيني للعهدة طوى نعمل كذا هذا سيد لا ترشح لا قل لا نعرفه ش بش يعمل لعنده فكرة لعنده تصور منهار القاروح ومن الموظف القاروح وليوم بشي سير بلاد كاملة وبلاد ماشي في ظرف عادي يعني بلاد عشر سنوات يعني من 2011 اليوم الناس هذا جات يعني حركة النهضة وندى تونس بعدها وهي وندى تونس ثم اليوم حركة النهضة أساسا يعني في يعني نسف كل ما وقع إنجازه في القبل إذا كان هشام المشيشي ما عندوش رؤية وما عندوش تصور معتها لإنقاذ البلاد وإلى لتحسين وضعها وصلنا للوضع المتأزم هل إنه نطف المراحي عنده رؤية للخروج من هذه الأزمة؟ يعني يقول لك أن عندي تصوري أن تتفق معها الناس تختلف معها هو موجود هو طرح وأنا منذ تسعة سنوات أنه منوال اقتصادي آخر رأوا المنوال الاقتصادي هذا اللي مشينا فيه اللي هو خلى بنعليه تيح بنعليه تحلقات المنوال هذا وفات صلحية متعه كم من نبيه السنوات هذه الفاتعة لخاطر الناس اللي جات في السلطة قلت لكم حركة النهضة ونيدى تونس ومتمادوا في نفس المنوال المنوال هذي يقوم على شنوال اللي هم يصوروا فيه يستنو في الناس بيجيب لهم استثمارات جي من بره تستثمر هنا في تونس وقت لتستثمر هنا في تونس بيش يعملوا معامل ويخلقوا مواتن شغل ويخرقوا النمو في تونس يعني إحنا نستنو في البرينية بيش يجيوا ينعشون الاقتصاد متعنا المطلوب متعنا أنه الرؤية نقلبوها أنه احنا نقوم بهذا نقوموا في السوق البرانية ما نجمناش نغزيوها يقولون هما قبل حلو أسواقكم توجيكم السلعة من بره وانتم هكذا المعامل بتاعكم تصدر البره وتغزيو الأسواق البره وهو قدمكم وربع في 400 مليون ساكنتا وتغزيوها اتضح هذا يكل أنه هذا يكله يعني خزع بلات وهذا يكله كذب انطلاع على بن علي وسقطه ويتواصلوا الناس يقولوا به اليوم اليوم اللي مطلوب وعندي تسعة سنين وأنا نقول فيه لابد من سياسة حمائية السلعة البرانية ما جينا منها كان الشيء لحاشنا به الأكيد المتأكد ما جينا منها كان المواد الأولية الصالحة للتصنيع والمعامل اللي متاعنا تخدم وسوقنا التونسية تتعبى بالسلعة متاعنا باش أولادنا يلقوا ان يخدموا باش المعامل اللي متاعنا يكثر الطلب على السلعة متاحها وولادنا نجموا خدمهم اليوم المشكلة الاجتماعي الأساسي اليوم هو مشكلة بطالة اليوم وقت يقول لك أنا 18% قرابة بطالة ذلك الرقم راو ما وش صحيح اللي زاد 3% ما بين في أزمة الكورونا ما وش صحيح راو وقت يتشوف بطالة الشباب را هي أرقام تفوت 30 و35 راو وطريقة احتساب البطالة را هي غير دقيقة في تونس فاليوم أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ومتواصلة ومتواصلين باقي ندينوا باش نخلصوا شنوه باش نخلصوا باش نخلصوا سلعة الأجنبية كاستيكس اليوم موجود في تونس عندنا قرابة 800 مليار أيرو مع فرنسا وقت تجبدلهم على مسح شوية من الديون والغير عمرهم ما يجاوبوك فيها هانا تحت الدرس علش تخطر هذيك الديون منين توتات توتات مسلعة اللي شرناها من عندهم ملكرها بل يدور متاحهم هذيك من البياس ديتا شيري قاعد يدور من عندهم من البرفانات اللي قاعدت تدخل متاحهم من مكلة حكاية الفرغة اللي احنا اليوم ما همش اولوية عنا ولا بد من منوال اقتصادي مختلف ما حقيقة اقتراحك بانك انتي تتولى رئيسة الحكومة انا شوف انا منيش عارض روحي في المزاد العالمي انا لا نتقرب للواحد ولا عندي حتى اتصال بحط حط طبقة سياسية كل ما عندي حتى بها اتصال انا انسان نخدم على روحي عندي افكار وعندي اراء نتقسمها مع مجموعة من اخيان تعي اللي هم موجودين في الحزب مشي الناس بشكل جدي اذا كان شعب التونسي نهاربش يقتنع بنا وفوضلنا احنا نكونوا مدينين كان لشعب التونسي احنا لن نتمسح ولا عتبات زايد ولا عمر فهمت احنا من اللي راهي ترى روحك ما كان المشيشي في قيادة الحكومة طبعا مداما عرضت نفسي على رئيسة بشكل رئيس الجمهورية اصلا يعني الراري الروحي وعندي برنامج والبرنامج المتاعي معتد بي وتدفسون نتمنى انه ثم ناس اخرى عندما تطرح برامج أنا مسمعتش برامج اخرى يعني احنا راه الحزب متاعنا هو اللي ترحل حماية القطاعية الذكية يعني اللي تسمع توا في الطبقة السياسية كل تحدث فيه البارح انت بعثولي وزارة التجارة تتحدث على حماية السوق التونسية توم بعد تسع سنين وباش كاليات تضحك احنا شوف خليني نكمل لك هذي بخاطر مهم ياسر خاطر احنا نجيه للبلاتوات المذبية انه البرنامج المتاعنا يتعرف البرنامج الحماية القطاعية الذكية اللي عندي قامت عليها الحملة الرئاسية وتسع سنوات ونقول فيه الصناعات البديلة والاليات لتطبيق هذا الكل موجود وبالحسابات بالارقام يعني شنوه التابعات امتاحها على مستوى النمو هذا الكل دراسات قمنا بها ما خرج نهيش تول العباد على خطر نستنعوا انه العباد تهدأ لانه الناس يظل لي ما زالت ما تعبدش من العرك اللي هي فيه ما عندهاش قدرة اليوم على الاستماع وعادة البرامج الانتخابية والبرامج اللي يتخدمها الاحزاب مع الخبراء والمختصين عادة تم ترحى معناتها في الاستحقاقات الانتخابية اكثر من المناسبة لخ احنا دو في فترة ازمة ما هي برامج تقدم لا لا ليست برامج هي وعود احنا عليش قاعدين نحاولوا انه نوسعوا معناتها من الطبقة السياسية من مختلف المشارب والنوع في الضيوف باش نحاولوا نوصلوا لو كان فما مقترحات كان فما حلول كان فما اراءة نجمة فيد معناتها الناس اللي موجودين توا ولي احنا الكلنا في ازمة ولو كان لقدر الله تغرق السفينة تغرق بالناس الكل حلوله انا اقترحتها وقترحتها عندك هناك يجي تحت ذاك المرة الاخرى اول حاجة احنا تعرف اللي احنا الحزب الولاني اللي كان ضد حكاية استقلالية البنك المركزي خليني نفهم العباد فش يغير استقلالية البنك المركزي شنو اللي يغير احنا كونا ضد استقلالية البنك المركزي لان اليوم الدولة التونسية معاش تنجم تتصرف في الدينار التونسي يعني معاش تنجم تخرج منه كما تحب يعني اليوم باش ان الدولة تقترض تتعدى على البنوك الخاصة شكونهم البنوك الخاصة البنوك الخاصة هما العائلات التونسية اللي نفذها يعني هكذا العائلات التونسية اللي نفذها اللي شدها تول بنوك وشدها لزاسورانس وشدها كذا هي اللي قعدت تتماعش من ظهر الشعب التونسي والشعب التونسي يمشي مباشرة كما دأبا على ذلك منذ الاستقلال يمشي مباشرة للبنك المركزي اليوم عاش نجم يمشي للبنك المركزي يجب أن يتعدى عليك العائلات هذه كي تعمل عليها انتريس يوصل لساعات 11% وأكثر احنا قلنا استقلالية البنك المركزي انا نلغيها وانا مباشرة بعد الانتخابات الراسية دعيت قيس سعيد الى انه يخذ المبادرة هذه ويلغي استقلالية البنك المركزي وهي جديدة اصلا استقلالية البنك المركزي ما كانش معناتها فما القانون هذية تم تنقيحه مؤخرا مؤخرا هذية اللي بدت الحديد فيه في 2015 والقانون في 2016 مش مؤخرا مش سنوات وعقود من اللي تم معناتها اعتماده شمولي غير راول الاثر متاعه حتى في جمعها اثر كبير يسر خطر انت اليوم توصل تسمع عباد سعادة يقول لك ملقوش باشي فما وزيت مزروبة معناها لا تقريبا انتهى الوقت خليني نسألك اخر سؤال لا هذا المهم يعني الموضوع الاساسي حان الوقت متع لكرونسبورز شكرا لك شكرا لك شكرا لك لطفي المرايحي مرحب بك واشاء الله في فرص اخرى نحيل الكلمة لزمالي من قسم الرياضة وجدين في الكورونسبور واحنا راجعين في شنواريك اشتركوا في القناة 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 شكرا